الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة وجعل الترجمة في آيتين قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقول الله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون جعل الترجمة بهتين الآيتين الكريمتين لأن مقصود المصنف رحمه الله تعالى أن ينبه بهذه الترجمة على مكانة عبوديتين من عبوديات القلب وهما الرجاء والخوف رجاء رحمة الله عز وجل وخوف عذابه سبحانه وتعالى فعقد رحمه الله عز وجل هذه الترجمة لبيان ذلك أما الأمن من مكر الله فهذا ينشأ من ضعف الخوف ينشأ من ضعف الخوف من الله عز وجل وأما القنوط من رحمة الله فهذا ينشأ من ضعف الرجاء والمطلوب من العبد أن يجمع بين الرجاء والخوف أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال عن أنبياءه ويدعوننا رغبا ورهبا فالمسلم مطلوب من أن يجمع بين الأمرين يجمع بين الأمرين أن يخاف فلا يأمن من مكر الله وأن يرجو فلا يقنط من رحمة الله وأن يرجو فلا يقنط من رحمة الله ولهذا فإن الترجمة معقودة لبيان هاتين العبوديتين من عبوديات القلب الرجاء والخوف قد سبق عند المصنف رحمه الله تعالى أن عقد ترجمة في المحبة وهذه الثلاث المحبة والرجاء والخوف هذه يصفها أهل العلم بأنها أركان التعبد القلبية بمعنى أن كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل لا بد أن تكون قائمة على الحب والرجاء والخوف فالله لا يعبد بالحب وحده ولا يعبد بالرجاء وحده ولا يعبد بالخوف وحده وإنما يعبد بالحب والرجاء والخوف يعبد حباً له سبحانه ورجاءً لرحمته وخوفاً من عذابه جل فعلا قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون هذه الآية جاءت في سياق ذكر الله عز وجل لأهل القرى ذكر أهل القرى والحالة التي كانوا عليها في تكذيبهم للمرسلين وعدم إيمانهم بما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماع والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذا تهديد لهم لأنهم أفعالهم تدل على أنهم لا يخافون من الله ولا يراقبون الله سبحانه وتعالى في أعمالهم فجاء هذا التهديد لهم أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون قوله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون يدل دلالة واضحة ظاهرة على أن الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب يدل على أن الأمن من مكر الله عز وجل من كبائر الذنوب وعظائم الآثام لأن الله عز وجل في هذه الآية وصف الآمن من مكر الله بأنه من القوم الخاسرين من القوم الخاسرين فهذا من الدلائل على أن الأمن من مكر الله معدود في جملة الكبائر قال أفأمنوا مكر الله بأن يروا أنفسهم قد وسع عليهم في النعم وهم لا يزدادون إلا كفراً وصدوداً وعراضاً وهذا الذي يسمى الاستدراج نستدرجهم من حيث لا يعلمون استدراج لهؤلاء لكنهم تمادوا في الكفر والمخالفات والمعاصي واستبعدوا ذلك قد جاء في حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فإنما هو استدراج إذا كان رجل عاصي لله معرض عن طاعة الله ثم يعطيه الله عز وجل من أمور الدنيا ما يحب ما يحب ذلك الشخص فهذا علامة أنه مستدرج لأن الاستدراج أن يعطى الرجل النعمة وهو لا يزال صاداً معرضاً غير مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى وطلب ما يرضيه إذن الآية أفأمنوا مكر الله فلا يعمن مكر الله إلا القوم الخاسرون تحرك في المتأمل فيها ماذا نعم تحرك في قلب المتأمل فيها الخوف لا يأمن الخائف لا يأمن فيتحرك الخوف ولهذا ينبغي على العبد أن يعمل دائماً الخوف من الله عز وجل يعمل الخوف في قلبه يحرك الخوف في قلبه لأن الخوف إذا تحرك في القلب نفع العبد نفعاً عظيماً في الإقبال على الطاعات وتكميلها والبعد عن المعاصي واجتنابها ولا سيماً إذا كان العبد في معصية لا سيماً إذا كان العبد في معصية يجب عليه أن يحضر الخوف في قلبه ويساعده على إحضار الخوف أن يتأمل في أمور ذكرها أهل العلم الأول معرفة المعصية وقبحها ينظر في المعصية التي ارتكبها وقبحها يتأمل في قبح هذه المعصية وشنعتها وعظم العقوبة التي أعدت لتلك المعصية الأمر الثاني أن يكون مصدقاً مؤمناً بالوعيد الذي ترتب على تلك المعصية ويستحذر هذا الوعيد الذي ترتب على هذه المعصية الأمر الثالث وهو أيضاً مهم في هذا الباب كونه لا يعلم هذا العاصي لا يعلم لعله يمنع من التوبة فيما بعد ويحال بينه وبينها لأن بعض العصات تجده يستمر في المعصية وماذا يقول فيما بعد أتوب العام القادم إذا بلغت من العمر كذا أتوب ما يدريه لعله إذا بلغ ذلك العمر يحال بينه وبينها ولعله لا يبلغ ذلك العمر قد يموت قبل ذلك فإذا استحضر هذه الأمور الثلاثة عظم المعصية وخطورتها والعقوبة المترتبة عليها وأنه قد يحال بينه وبين التوبة إذا سوفها وأجلها حرك ذلك في قلبه الخوف إذا اجتمعت هذه تم في قلبه الخوف بإذن الله سبحانه وتعالى إذن قوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون هذه تحرك في القلب ماذا الخوف تحرك في القلب الخوف الآية الثانية التي جعلها عنوانا للترجمة قول الله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون القنوط اليأس واستبعاد الفرج بل القنوط هو أشد اليأس بل القنوط هو أشد اليأس وأن يكون الإنسان في مصاب عظيم ويستبعد ماذا الفرج والتيسير فهذا قنوط من من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا قنوط من رحمة الله عز وجل وهذا جاء في سياق لما جاء الملائكة لإبراهيم الإبراهيم الخليل عليه السلام وبشره بغلام عليم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إذن المقصود في إراد هذه الآية تحريك الرجاء وتحقيق عبودية الرجاء عبودية الرجاء رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى وأن يكون المرء دائما طامعا في رحمة الله سبحانه وتعالى لا يقنط ولا ييأس قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إلا الضالون هذا أيضا السياق يدل على أن القنوط من رحمة الله معدود في جملة ماذا كبائر الذنوب الآية تدل على ذلك الآية تدل على أن القنوط من رحمة الله معدود في كبائر الذنوب لأن الله عز وجل وصف من كان كذلك بأنه بأنه ظالم وهذا يدل على أن أن هذا الأمر كبير إذن الترجمة عقدت بهاتين الآيتين تحذيرا من الأمر الأمن من مكر الله وتحذيرا من القنوط من رحمة الله وأن كل منهما ذنب كبير وجرم عظيم وهما من كبائر الذنوب وهما منافيان لكمال التوحيد الواجب ولهذا أورد المصنف هذا الباب بهاتين الآيتين تنبيها منه على ذلك وأن الواجب على المسلم أن يخاف من الله فلا يأمن وأن لا يقنط من رحمة الله فلا ييأس ولا يقنط من رحمة الله فلا يأس بل يكون راجيا رحمة الله عز وجل خائفا من عذابه كما قال الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه قال عز وجل أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو يحذر ويرجو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فإذن الترجمة عقدت في هذين الأمرين الرجاء والخوف الرجاء لرحمة الله عز وجل فلا يقنط والخوف من عذاب الله فلا يأمن فإن أمن من مكر الله فهذه كبيرة وإن يأس من رحمة الله فهذه كبيرة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وكل منهما يعني اليأس من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كل منهما منافن لكمال التوحيد الواجب منافن لكمال التوحيد الواجب ولأجل ذلك أورد رحمه الله هذه الترجمة المتضمنة لهذه الأمرين العظيمين قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والأمن من مكر الله والحديث كما قال حافظ ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا موقوفا أي علاء بن عباس رضي الله عنهما هنا ذكر في هذا الحديث ثلاث كبائر الإشراك بالله وهذا أكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بالا يا رسول الله قال الإشراك بالله فالإشراك بالله أكبر الكبائر وذكر معه كبيرتين كبيرتين الأولى اليأس من روح الله والأمن من مكر الله ذكر كبيرتين اليأس من روح الله والأمن من مكر الله ونص في الحديث على أنهما من الكبائر ونص في الحديث على أنهما من الكبائر وهذه أعني اليأس من روح الله والأمن من مكر الله وأيضا ما تقدم وسيأتي في أثر بن عباس القنوط من رحمة الله هذه الثلاث دل القرآن على أنها من كبار هذه الثلاث كلها دل القرآن أنها من كبار ولهذا لا يؤثر كون الحديثة لما يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أن هذه من كبار لأن القرآن دل على أنها من كبار أما الأمن من مكر الله فدلت عليه الآية الأولى أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون وأما اليأس من روح الله فهذا دل عليه قوله تعالى ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون هذا يدل على أن هذا العمل كبير من كبائر الذنوب لأن الله وصف أهل اليأس من روح الله بأنهم القوم الكافرون فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب وكذلك القنوط من الرحمة في قوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إذن هذه الثلاث اليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله هذه الثلاث كبائر والقرآن دل على أنها من كبائر فلا يؤثر ضعف الحديث من حيث الإسناد على المقصود الذي هو معرفة أن هذه من كبائر الذنوب ولهذا جاء عن غير واحد من السلاف منهم محمد بن كعب القرضي ومنهم سفيانة بن عيينة جاء عنهم أنهم قالوا الكبائر ثلاث وذكروا هذه الثلاث ثم قرأوا هذه الآيات الثلاث ثم قرأوا هذه الآيات الثلاث محمد بن كعب القرضي وأيضا سفيان بن عيينة ذكروا أن الكبائر ثلاث وذكروا هذه الثلاث اليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وقرأوا هذه الآية الثلاثة قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وأيضا قولها سبحانه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون فالقرآن دل على أنها من كبار الذنوب وعظائم الآثان فإذا كون الحديث مثلا في سناده نظر لا يؤثر على المقصود الذي ترجم له المصنف التحذير من هذه الأمور وأنه من العظائم ومن كبار الذنوب لأن القرآن دل على ذلك نعم قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق وقوله في الحديث المتقدم واليأس من روح الله اليأس هو أن يقطع الرجاء يقطع الأمل هذا هو اليأس يصبح قلبه ليس في أمل لأن إذا وجد الأمل وجد الرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى فاليأس قطع الرجاء قطع الأمل من الله عز وجل فيما يطمع فيما يريد فيما يطلب وقد قال الله تعالى وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمْ الْكَافِرُونَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله واليأس من روح الله فجمع هذه الثلاثة الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وقد عرفنا أن القرآن دل على أن هذه الثلاث من كبائر الذنوب وعظائم الآثام قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الأعراف نعم الآية الأعراف فأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون وهي جاءت في سياقة ذمة وبيان حال المكذبين للرسل أهل القرى والذي حملهم على هذا التكذيب ماذا الأمن مكر الله ليس في قلبهم خوف ليس في قلبهم خوف من الله ولا خوف من وعيده ولا خوف من عذابه فولد عندهم ذلك أمنا من مكر الله نعم قال رحمه الله الثانية تفسير آية الحجر آية الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقد عرفنا أنها قد دلت على أن القنوط من رحمة الله من الكبائر القنوط من رحمة الله من الكبائر ففيها ذم القنوط والتحذير منه وهي تتضمن في الوقت نفسه ماذا الحث على تقوية الرجاة في القلب قال رحمه الله الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله نعم لأنه عد في الحديث والأثر بعده من كبائر الذنوب والقرآن أيضا دل على ذلك قال رحمه الله الرابعة شدة الوعيد في القنوط نعم مثل الذي قبله قال المصنف رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في بيان أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وأورد هذه الآية الكريمة قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هذه دليل على أن الصبر على الأقدار من الإيمان لأن قبلها قال ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يؤمن بالله أن يصبر هذا هو المقصود مثل ما سيأتي في آثر علقمة بن قيس النخاي الرجل قال هو الرجل معنى الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيرضى ويسلم إذن الصبر على أقدار الله المؤلمة هذا من الإيمان بالله هذا من الإيمان بالله ومن الإيمان بقضائه وقدره وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله أي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره بقضاء الله وقدره هذا يستفاد منه أن مقام الصبر العظيم الذي هو الصبر على الأقدار الصبر على الأقدار هو ناشئ عن قوة الإيمان بقدر الله عن قوة الإيمان بقدر الله عز وجل فالمؤمن إيمانا قويا بالقدر وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه إذا أصابته المصيبة رضيه وسلم لأنه علم أنها من عند الله أي بقضائه سبحانه وتعالى وقدره إذن هذه الترجمة معقودة في بيان وجوب الصبر في بيان وجوب الصبر على أقدار الله وأيضا بيان فضله العظيم وثوابه الجزيل عند الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأيضا تتضمن الترجمة التحذير من ضد الصبر الجزع والتسخط وإظهار عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فإن هذه الأعمال منافية لكمال التوحيد الواجب منافية لكمال التوحيد الواجب وهذا وجه إراد المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد إذا قال قائل ما علاقة باب الإمام بالصبر من الإمام بالله الصبر على أقدار الله بكتاب التوحيد يقال هذه الترجمة لبيان وجوب الصبر على الأقدار وأن ضد الصبر الذي هو الجزع والتسخط وإظهار عدم الرضا بقضاء الله منافية لكمال التوحيد الواجب ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد والصبر مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصفه قال والصبر ضياء ضياء لصاحبه في أموره كلها وقال عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر هذا يدل على عظم الصبر ومكاناته العلية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فالصبر له مكانة عظيمة في دين الله وهو أنواع ثلاثة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله أي المؤلمة هذه أنواع الصبر وصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا هذه تتناول أنواع الصبر الثلاثة لحكم ربك تتناول الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى ألا المؤلمة وألا الصابر عقباه حميدة في الدنيا الآخرة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فالصبر يحتاجها العبد حاجة ماسة من أجل أن يطيع الله ويحتاج حاجة ماسة من أجل أن يتجنب معصية الله ويحتاج حاجة ماسة ليتلقى الأقدار المؤلمة التي قد تصيبه أو يبتلى بها ولهذا من لا صبر عنده لا قدرة له على قيام بطاعة ومن لا صبر عنده لا قدرة له على مقاومة معصية ومن لا صبر عنده إذا أصبت المصيبة جزع وتسخط ولم يصبر فمقام الصبر من الدين مقام عظيم ومنزلته فيه علي كما قال علي بمنزلة الرأس من الجسد قال رحمه الله قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم نعم هذا الأثر عن علقمة بن قيس النخعي جاء تفسير للآية جاء تفسيرا لهذه الآية لأن هذا الأثر فيه أنهم كانوا عند علقمة يقول ابن ضبيان كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قرئ عليه هذه الآية فقال رحمه الله هو الرجل هذا تفسير منه للآية تفسير لقوله ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيرضى ويسلم يعلم أنها من عند الله يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما قدره الله كائن لا محالة وأن ما قدره الله كائن لا محالة فيرضى ويسلم يرضى بقضاء الله ويسلم الأمر لله عز وجل لأن الأمر بتدبيره وتسخيره وإذنه الكون سبحانه وتعالى قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه انتبه لهذه الفائدة أن أخذها أهل العلم الآية أن الصبر سبب لهداية القلوب الصبر سبب لهداية القلوب لأن المرء إذا صبر على المصيبة هدئ قلبه لكل خير سلأ أولا عن المصاب الذي وفيه ثم هدئ إلى كل خير يعني يفتح له صبره أبوابا من الخير هذا معنى قوله يهدي قلبه أي يهدي قلبه لكل خير يهدي قلبه لكل خير في الآية أن الصبر سبب لهداية القلوب وأن هذا من ثواب الصابرين أن يهدى قلب الصابر أن يهدى قلب الصابر نعم قال رحمه الله وفي صحيح مسلمين عن أبي هريرة رضي الله جاء في الأثر عن سعيد بن جبير قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال يسترجع يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا كلام جميل لأن هذه الكلمة مطلوبة عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون مطلوبة عند المصيبة في القرآن قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مطلوب من الصابر أن يسترجع أن يسترجع عند المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأيضا في الوقت نفسه مطلوب من أن يقول هذه الكلمة مع عقل معناها ومعرفة مقصودها لأنه إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين الجملة الأولى إنا لله لأن نحن عبيد لله خلق لله يتصرف فينا كيف يشاء يقضي فينا بما يريد نحن طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء لا معقب لحكمه ولا رد لقضاءه إنا لله نحن عبيد لله فكل ما يحصل هذا بقضائه هذا الأول الثاني وإنا إليه راجعون أي سنرجع إلى الله مردنا إلى الله وسيحاسبنا على أعمالنا ومن ضمن الذي سيحاسبنا عليه حالنا مع هذه المصيبة التي ابتلانا بها هل نصبر أو نجزع هل نرضى أو نسخط هذا ابتلاء المصائب ابتلاء ليبتل بها العباد سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يتذكر المبتلى أنه سيرجع إلى الله يتذكر المبتلى أنه سيرجع إلى الله عز وجل وأنه سيقف بين يديه وأنه سبحانه وتعالى سيحاسب على عمله وقد جاء في حديث آخر ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إذا قبضت الملائكة روحا ولد عبد المؤمن قال الله عز وجل قال الله للملائكة قبضتم روحا ولد عبدي تقول ملائكة نعم فيقول الله قبضتم ثمرة فؤاده فتقول الملائكة نعم فيقول الله ماذا قال عبدي يقولون حمدك واسترجع حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا يراجع قال فيقول الله ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فالمسلم مطلوب منه أن يؤمن بالله ومن الإيمان بالله كما يقول سعيد بن جبير أن تقول عند المصيبة مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون من الإيمان بالله مثل ما قال المصنم من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله أيضا نقول من الإيمان بالله أن نقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون هذا من الإيمان بالله الداخل في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص أشد الحر أن تكون هذه الكلمة على لسانه إذا أصيب بمصيبة يبادر إلى الاسترجاع لأن هذا الاسترجاع هو جزء من الإيمان بالله هو جزء من الإيمان بالله عز وجل نعم قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر إثنتان في الناس أي باقيتان في الناس مستمرة وذع من علامات النبوة يعني يتحدث عن مستقبل يتحدث عن مستقبل وأن هاتين الخسرتين الطعن في النسب والنياحة الميت باقية في الأمة باقية في الأمة خبر خرج مخرج التحذير خبر خرج مخرج التحذير قال ذلك محذراً من ذلك ناصحاً للأمة أن تحذر من ذلك أن تبتعد عن هاتين الخسرتين قال إثنتان يعني خسرتان في الناس أي باقيتان في الناس هما بهم كفر هما بهم كفر أطلق على هاتين الخسرتين أنهما كفر وهذا دليل على أنهما من الكبار لا يطلق على عمل أنه كفر إلا إذا كان كبير وعظيم فالطعن في الأنساب من الكفر والنياحة الميت من الكفر وهو كفر دون الكفر الأكبر وهو كفر دون الكفر الأكبر لأن الطعن في النسب ليس كفراً أكبر ناقل من الملة والنياحة الميت ليس كفراً أكبر ناقل من الملة بل هو كفر دون كفر والمعنى المعنى أن الطعن في الأنساب والنياحة الميت من شعب الكفر ومن خصال الكفر من شعب الكفر ومن خصال الكفر لكن ليس من قامت فيه شعبة من شعب الكفر يكون ماذا؟ كافراр ليس من قامت فيه شعبة من شعب الكفر يصير بذلك كافرا حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قامت فيه شعبة من شعب الإيمان يكون ماذا مؤمنا حتى تقوم به حقيقة الإيمان حتى تقوم به حقيقة الإيمان وهنا قال كفر غير معرف ولهذا أهل العلم يفرقون في النصوص بين الكفر المعرف بأل وغير المعرف بأل هنا غير معرف بأل وفي الحديث الآخر قال صلوات الله وسلامه عليه ليس بين العبد وبين الكفر وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة ففرق بين الكفر المعرف بأل هذا مخرج من الملة وبين غير المعرف بأل مثل ما جاء في هذا الحديث فهو كفر دون كفر كفر دون الكفر الأكبر الناقل من الملة الأولى من هاتين الخصلتين الطعن في النسب الطعن في النسب والطعن في النسب إما أن يكون بطعن المرء في نسب الآخر بحيث مثلا يذكر قبيلته ويعيبها أنت من قبيلة كذا التي فيها وفيها وفيها يذكر صفات يذنبها القبيلة هذا طعن في النسب وأيضا يدخل في الطعن في النسب أن ينفي نسب الإنسان يقول لا أنت لست من قبيلة فلان هو منها معروف أنه منها يقول لا أنت لست منها يطعن في نسبهم والناس مؤتمنون على أنسابهم الناس مؤتمنون على أنسابهم فلا يطعن في نسبه لا من حيث استهانه بالنسب أو بنفي النسب كلاهما وهذا كله معدود في الكبائل لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف ذلك بأنه كفر قال والنياح على الميت والنياح يرفع الصوت بالبكاء والندب والتسخط والتوجع هذا من الكبائر هذا من كبائر الذنوب نعم قد مر معنا في حديث سبق قول النبي عليه الصلاة والسلام والنائحة إذا لم تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جغر سربال من قطران ودرع من جرب وهذا جزاء من جنس العمل لأن النائحة في المصيبة تشق درعها تسخطا وجزعا فعقابها أن تكسى أو تلبس يوم القيامة سربال من قطران وهو النحاس المذاب ودرع من جرب عقوبة لها لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتوب إن تابت تاب الله عليها إن كانت فعلت ذلك وتابت وصدقت مع الله في التوبة تاب الله عليها نام قال رحمه الله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا ليس منا وهذه اللفظة ليس منا لا تأتي إلا فيما هو كبير ولهذا من علامة من علامة كون الأمر من الكبائر أن يرد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليس منا فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ضرب الخدود هذا يفعلها الساخط الجازع المتسخط يفعل ذلك يضرب خده أو مواضع من بدني تسخطا لكن ذكر الخد لأن الغالب أن الجازع أو الجازعة يلطم خده ندبا وجزعا وتسخطا يلطم خده قال من ضرب الخدود يعني عند المصيبة وشق الجيوب شق الجيب يعني يمسك الثوب من جيبه والجيب هو فتحة الفتحة التي يدخل فيها الرأس فيمسك فتحة الجيب ويقطع ثوبه قسمين تسخطا وجزعا قال ليس مننا من فعل ذلك من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية بعض النساء الضعيفات ضعيفات الإيمان وضعيفات الدين في المصيبة تفعل ذلك ويكثر ذلك في النساء لأن النساء أضعف فربما لطمت خدها وربما شقت جيبها وربما أيضا جزت شعرها تمسك بشعر راسها وتشده وتقطع شعرها هذا كلها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام أضرت نفسها ولا نفعت ميتها أضرت نفسها ولا نفعت ميتها بهذه الأعمال بل جاء في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله ليعذب ببكاء يعني هذا العمل الذي تقوم به يعدب به الميت ولا سيما إن كان يعلم أن هذا يقع فلم يوصي بعدم فعله أو أنه أوصى بهذا الأمر أو أنه يرضى هذا الأمر أو كان يراه ويقره أو نحو ذلك فيعدب بذلك يعدب ببكاء أهله قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية دعوى الجاهلية التسخط والتجزع والجزع وعدم إظهار الرضا وإظهار عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله عن أمس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا عجل له العقوبة في الدنيا يعني إذا كان عنده ذنوب وأثام وأمور ارتكبها فإن أراد الله به خيرا عجل له العقوبة يعني مصائف في الدنيا يمحص الله بها خطايا ويكثر بها سبحانه وتعالى ذنوبه ولهذا فإن المصائب كفارات المصائب التي تصيب العبد في هذه الحاة الدنيا كفارات ما صاب عبدا من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاك إلا كفر بها من خطايا فالمصائب التي يبتلى بها العبد هي كفارات لذنوبه فإذن المصائب التي تصيب العبد في الدنيا كفارة لذنوبه معدودة في ماذا في باب الخير له وباب النعمة وباب الفضل قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال البلا بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة يعني تكون هذه المصائب مكفرات للذنوبه إذن أصبحت المصيبة في ظاهرها مصيبة لكن في حقيقتها ماذا نعمة للعبد نعمة للعبد لأنها تكفر يكفر بها الذنوب العبد ثم أيضا ما يترتب بعد ذلك من العبد من الصبر والرضا وعدم التسخط والاحتساب وأيضا ما تدعو إليهم الإقبال على الله عز وجل هذه كلها ثمار وآثار عظيمة ينالها العبد قال وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة حتى يوافي به يوم القيامة أي لا يجاز بذنبه في الدنيا لا يجاز بذنبه في الدنيا يعني يبقى مذنبا عاصيا مرتكبا للذنوب مرتكبا للعظائم ولا يزال في صحة وفي عافية والمال أيضا متوافر عنده إلى أن يموته على هذه الحال إلى أن يموت على هذه الحال هذا ليسا من إرادة الخير بالعبد قال وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة يعني لا يجاز بذنبه في الدنيا بل يؤخر عنه العقوبة إلى يوم القيامة حتى يجي في الآخرة مستوفى مستوفي الذنوب يأتي الذنوب وافية لم يأتي عليه في الدنيا ماذا ما يكفرها له من المصائب نعم قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن عظم الجزاء إن عظم الجزاء وتروى أيضا بضم العين وسكون الضاء عظم الجزاء إن عظم الجزاء قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء كل ما كان البلاء عظيما كان الجزاء ماذا عظيما هذا المعنى عظم الجزاء يعني الثواب ما عظم البلاء كل ما كان البلاء عظيما كان الثواب عظيما قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وهذا شاهد للحديث ثم الأمثل فالأمثل عظم الجزاء ما عظم البلاء كل ما عظم البلاء عظم الجزاء وعظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم يعني أن الابتلاء الذي يصيبه الإنسان أو يصيبه الله عز وجل عبد المؤمن هذا ماذا من محبة الله له من إرادة الله الخير به ولهذا جاء في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يصب منه من يريد الله به خيرا يصب منه لإصابة هذه المصائب التي تصيب العبد المؤمن في هذه الحياة الدنيا هي من إرادة الخير بالعبد لأنها كفارات كفارات ممحصات للذنوب ممحصات للذنوب يمحص الله بها خطايا يمحص الله بها ذنوبة قال إن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط هذه بيان لحال الناس عند المصائب أنهم على قسمين قسم يرضى فله الرضا وقسم يسخط فله السخط ولهذا حظ العبد حظ العبد من المصيبة هو ما تحدث له حظ العبد من المصيبة هو ما تحدث له المصيبة إن أحدثت له شكرا كتب في ديوان الشاكلين وإن أحدثت له صبرا كتب في ديوان الصابرين إن أحدثت له رضا كتب في ديوان الراضين إن أحدثت له تسخطا كتب في ديوان المتسخطين إن أحدثت له كفرا كتب في ديوان الكافرين حظ الإنسان من المصيبة بحسب ما تحدث له المصيبة بحسب ما تحدث له المصيبة وهذا الحديث يدل على هذا المعنى قال فمن راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حظ الإنسان من المصيبة ما تحدث له إن أحدثت له رضا كان في ديوان الراضي كتب في ديوان الراضي وإن أحدثت تسخطا كتب في ديوان المتسخطين هذا فاز بالثواب وهذا بقى بالعقام والمصائف هي ابتلاء ابتلاء للعبد قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فالمؤمن فائز في الحالتين في السراء والضراء في السراء قد فاز بثواب الشاكرين وفي الضراء فاز بثواب الصابرين نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية التغاب قال رحمه الله تعالى أن هذا من الإيمان بالله لأن الله قال في الآية هو من يؤمن بالله ومن يؤمن بالله أن يصبر ويحتسب هذا من الإيمان بالله ولهذا بواب المصنف باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله قال رحمه الله الثالثة الطعن في النسب الطعن في النسب أي ذمه والنهي عنه وأنه من الكبائر كما تقدم في الحديث قال رحمه الله الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية لأن تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في من فعل ذلك ليس مننا وهذه الكلمة ليس منا لا تقال إلا فيما هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وإنما كانت هذه من الكبائر لأنها تتنافى مع الصبر الواجب الصبر واجب الصبر على المصائب واجب فريضة يجب على المرء أن يصبر فإن لم يصبر دخل في هذه الأعمال التي هي من أعمال الجاهلية التي يعرض فيها نفسه لعقوبة الله عز وجل نعم قال رحمه الله الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير قال علامة إرادة الله بعبده الخير العلامة مرت في الحديث أن يعجل له العقوبة في الدنيا ننتبه هنا إلى مسألة نبأ عليها أهل العلم وهي أن هذا لا يعني أن الإنسان يسأل الله ذلك بل لا يجوز له أن يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما مريضا أصبح مثل الفرخ من شدة الإعياء والمرض هزيلا ضعيفا اشتد به الإعياء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل كنت تسأل الله شيء هل كنت تدعو بدعاء قال نعم قال ماذا كنت تدعو قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فعجله لي فقال سبحان الله لا تطيق ذلك لا تطيق ذلك ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فليس للمرء أن يسأل الله ذلك لكن إذا أصيب ماذا يفعل يحتسب أن تكون هذه المصيبة كفارة وممحصة له كفارة لخطايا لكن لا يجوز له أن يسأل بل لا يطيق ذلك لا يسأل الله أن يقول في دعاءه ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا قال لا تطيق ذلك عليه الصلاة والسلام لا تطيق ذلك فلا يسأل الله ذلك لكن المطلوب من العبد إذا ابتلي بالمصيبة حلت به المصيبة يحتسب ويصبر ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى أن تكون ممحصة مكفرة لذنوبه وخطايا وأيضا مما نبه عليه أهل العلم في هذا المقام أن المصيبة في نفسها كفارة المصيبة في نفسها كفارة ثم ما يتبعها هذا أمر آخر ما يتبعه من الصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله هذه أمور أخرى زائدة المصيبة إذا لم يقابلها المرب تسخط جزع فالمصيبة في نفسها كفارة لو المصائب كفارات مثل ما تقدم في الحديث ما يصيب العبد من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاك وإلا كفر الله بها من خطايا فإذا تبع ذلك من العبد تبع ذلك من العبد الصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله عز وجل فذلك بابنا أعظم فالمصيبة في ثوابها تكثير الخطايا لكن إذا كانت سببا لأعمال صالحة كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار بعض الناس المصيبة باب توبة له كثير هذا حصل أصيب بمصيبة فرجعته إلى الله أتاب إلى الله وكانت المصيبة كبيرة أتاب إلى الله عز وجل ومات فكانت هذه المصيبة كفارة له وباب رجوع إلى الله أصبحت من نعم الله العظيم عليه أصبحت من نعم الله العظيم عليه لما أعد الله سبحانه وتعالى أو لما أراد الله به من خير يوم يلقى وهناك كما جاء في الحديث منازل في الجنة هناك منازل في الجنة ودرجات في الجنة لا يبلغها العبد بالصيام ولا بالصلاة ولا بالصدقة وإنما يبلغها بالصبر على المصائم يبلغها بالصبر وحب الله للعبد علامة حب الله للعبد في الحديث السخط هو تلقي المصيبة بالجزع وعدم الرضا والتسخط لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فهذا محرم وفي الحديث من سخط فله الصخط نعم قال رحمه الله التاسعة ثواب الرضا بالبلاء ثواب الرضا بالبلاء لقوله في الحديث فمن رضي فله الرضا فله الرضا فهذا فيه فضل الرضا وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى وفيها أيضا التحذير من التسخط والرضا مقام أعلى من الصبر الصبر واجب والرضا مستحب الرضا مستحب فالرضا مقام أعلى من مقام الصبر وأعلى منهما الشكر على المصيبة فهذه ثلاث مقامات في المصيبة يتفاوت فيها العباد نفعنا الله جمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه سراطا مستقيمة اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا دينا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة